تجريف للأراضي وتوسعة جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال في مستوطنة معالي إسرائيل المقامة على أراضي بلدتي سرطة وقرى وبني حسان غرب محافظة سلفيت واليوم باتت تشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى سكان البلدات المجاورة بسبب تخلصها من مياه الصرف الصحي في أراضي المزارعين هناك علاوة على اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين بقرة معالي إسرائيل التي يحاول الاحتلال ونرى طواقم هندسية تقوم بالاعتداء على أراضي المواطنين والترسيم من أجل ربطها مع المستعمرات بالإضافة إلى مستعمرة بركان كل هذه المستعمرات تحاول الاحتلال ربطها للتوسعة وتنفيذ مخططاته في أرائيل الكبرى بالإضافة إلى أن الاحتلال يعمد إلى سرقة أراضي المواطنين في الجهة الشمالية من البلد حيث قاموا مجموعة من المستوطنين بزرع غرف زراعية كما المعتاد في عمليات سرقة الأراضي ويقوم الآن بالاعتداء بشكل مستمر على المزارعين وعلى رعاة الأغنام ويقوم بالتمدد على أراضي المواطنين وموارسة أعمال العربدة تحت حماية الجيش ويقوم بإصدار قرارات حيث يقوم الاحتلال بإصدار قرارات بمصادرة أراضي أقيمت المستوطنة عام سبعة وتسعين حيث كانت عبارة عن كارفانات معدودة وكان الهدف منها أن تكون مستوطنة زراعية ولكن مع بداية عام الألفين بدأ المستوطنون بتحويلها لمستوطنة سكانية وبدأ عدد سكانها بالإزدياد يوما تلو الآخر أجوا على الأرض في منطقة النوطف وطبشوا الغرز وداروا الغنف جواه فأنا خدت البلد وحودت وطرناهم وبعدها ردوا أجوا على عين ثاني اسمها المجور هلكيت حطين عليها مكاعد وحطين عليها بتعيدهم يعملوها منتزه للمستوطنين فهذا الإشيحنا بنرفضه ورايحين كيف وجوههم واش راحين تسهل معهم وما نتطلعش لورا لازم نتطلع على كدام على الأساس أنه برضو ما ننضرش ما ينضرش ولا ينضر الوجه لأن هذا الوجه إذا لا سمح الله لا سمح الله صار في مستعمرة إن عدد مدرسة وكراوة تلك المستوطنة إضافة إلى المستوطنات المحيطة شكلت حزاما استيطانيا يتوسع باضطراض على حساب أراضي المواطنين في محافظة سلفيت علاوة على تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على أصحاب الأرض لتلفزيون فلسطين لينا دوابه سلفيت